سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قام صباح اليوم بجولة تفقدية بالدراجات في مدينة شرم الشيخ وخلال الجولة التقى سيادته بسيادة سويدية ناشطة في مجال المناخ والتي حضرت من السويد لتقطع مسافة 7000 كم بواسطة الدراجة الهوائية في رحلة استمرت 4 أشهر وذلك للمشاركة في مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ اشتركوا في القناة